نعم بياناني أعلن عنهما حزب اللهي قبل قليل وأكد خلالهما أنه قام باستهداف تجمع الجنود الاحتلال الإسرائيلي في ثقنة يفتح كذلك استهدف رافعة واستهدف التجهيزات الفنية الموجودة على هذه الرافعة في موقع العباد العسكري الإسرائيلي إذن كان هناك أيضا قبل قليل رشقات صاروخية انطلقت من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة وكان من بينها صاروخ مضاد للدروع أطلق من مارون الراس هذه البلدة التي يجري فيها اشتباكات عنيفة ما بين المقاتلة التابعين لحزب الله وما بين الاحتلال الإسرائيلي ويحاول الاحتلال الإسرائيلي أن يقول أنه دخل إلى هذه البلدة ومر من خلالها إلى بلدات الجنوب اللبناني وقام برفع العالم الإسرائيلي وعلى رغم من ذلك نرصد صاروخا مضاد للدروع يخرج من هذه البلدة وتقريبا من نفس النقطة التي رفع فيها العالم الإسرائيلي قبل نحو يومين وفق ما أفادت به الصور التي رأيناها والفيديوهات التي صورت خلال المرحلة الماضية من قبل الاحتلال الإسرائيلي إذن ما زال حزب الله قادرا على إطلاق الصواريخ وعلى إطلاق رشقات الصاروخية باتجاه الثقنات العسكرية وكذلك على استهداف مواقع الاحتلال الإسرائيلي المنتشرة على طول الحدود مع الأراضي الفلسطينيات المحتلة وكذلك الأراضي اللبناني يأتي هذا بينما يستمر الاشتباك العنيف عند رأس النقورة هذه المنطقة التي تتعرض لاشتباكات ما بين رحظة وأخرى على الاعتبار أن هناك آلية عسكرية قام بتدميرها حزب الله بالأمس وكان فيها طاقم وقع ما بين جريح وقتيل وحاولت أربع قوات إسرائيلية على ساعات مختلفة أن تتوغل إلى مكان هذه الآلية من أجل سحبها وسحب الجنود المصابين لكن الحزب باغت هذه القوات الأربعة وأجبرهم على التراجع والانسحاب يأتي ذلك بينما هناك أنباء تفيد أن هناك استهداف آخر للبوابة الرئيسية لمركز اليونيفيل الرئيسي برأس النقورة ويأتي هذا بعدما حذرت اليونيفيل إسرائيل من قطورة الوضع الذي وطعت فيه القوات الأممية المتواجدة من أجل حفظ السلام في الجنوب اللبناني وخصوصا أن إسرائيل كان قد طلبت خلال الفترة الماضية من اليونيفيل أن تخلي بعضا من موقع بينها موقع النقورة في القطاع الغربي لكن اليونيفيل رفضت ذلك وأكدت أنها ستظل موجودة في أماكنها لحفظ السلام في المقابل رصدنا ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من استهداف لبعض مواقع اليونيفيل وهو ما أدانته اليونيفيل وأدانته بعض الدول العربية والأجنبية التي أكدت على أهمية احترام القرار 1701 وعدم استهداف قوات حفظ السلام لأن ذلك يعد تصعيدا خطيرا لكن ما زال الاحتلال الإسرائيلي يضرب مواقع اليونيفيل ويوقع إصابات ربما هناك إصابة متوسطة الخطورة حتى هذه اللحظة وفق ما أفدنا به خلال الساعات القليلة الماضية في المقابل هناك العديد من الغارات التي شنها طيران واحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الماضية على بلدة برعشيت وجمشيت وكذلك عيت الشعب التي تبدو في خلفية الصورة التي تعرضت لغارة جوية عنيفة على ما يبدو أنها دمرت منزلا في البلدة وهناك استهدافات كثيرة في القطاع الشرقي كان هناك استهداف لمنزل في بلدة شبعة وكذلك قصف مدفعي وغارات جوية مكثفة بالتزامن مع القصف المدفعي على بلدة الخيار في القطاع الشرقي